لابد أن الموت أقل إلى من من ذلك التعذيب المستمر هذا ما قاله أنس أحد المختطفين المفرج عنهم متذكراً أوقاته العصيبة في سجون الحوثيين وهو واحد من مئات الشباب الذين اختطفوا بلا ذنب وأفرج عنهم بعد فقدان قدرتهم على الحركة تحطيم وجوههم بالهراوات أو تعليق بالسلاسل من معاصمهم أو حتى أعضائهم التناسلية فضلاً عن الحرق بالمواد الكيميائية الحارقة فضائع وبشعات باتت وقائع تحدث وتتكرر في سجون ميليشيا الحوثي بحق المختطفين بحسب تحقيق جديد لمنظمة اسيوشيتد بريس الذي كشف أن المعتقلين تعرضوا لحالات تعذيب رهيبة بعد تجريدهم من ملابسهم رابطة أمهات المختطفين وبحسب إحصاءاتها وثقت وفاة 126 حالة على الأقل جراء التعذيب الشديد في سجون الحوثيين من بين أكثر من 18 ألف معتقل لديهم خلال السنوات الأربع الماضية الحوثيون حولوا المساجد والقلاع القديمة والكليات والنواد وغيرها من المنشآت المدنية الأخرى إلى مراكز استقبال مبدئية لآلاف المعتقلين قبل نقلهم إلى شبكة السجون السرية التابعة لها التي يزحم فيها المختطفون في ظروف غير إنسانية مع فضلاتهم وجثث القطط الميتة وبعض الأصابع البشرية الممزقة على الأرض حسب شهادات المختطفين للوكالة الأمريكية التقرير أورد هذه الروايات باعتبارها تؤكد على أهمية اتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه مع بدء محادثات السلام في السويد بين الحوثيين والحكومة الشرعية ما يضع تساؤلات عن حق الضحايا في التعويض وجبر الضرر وملاحقة الجناه القضائية بالإضافة إلى سؤال المطروح دائما ما شرعية مبادلة أسرى حرب ومقاتلين بمعتقلين مدنيين اعتقلتهم الميليشيا دون ذنب اشتركوا في القناة